يواصل مراسل قناة رافضين في ريف إدلب تغطية تدعية الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال السوري ونقل مراسلنا قصصا من معاناة السوريين في ظل غياب المساعدات الدولية وعدم وجود مراكز إيواء سوى عدد قليل من الخيم المترهلة التي لا تقاوم ظروف الشتاء القاسية في منطقة جنديرس في ريف حلب الشمالي هذه المدينة التي عدت من المدن المنكوبة التي ضررت من الزلزال بشكل كبير نحن الآن في أحد مراكز الإيواء التي لجأت إليها العائلات عقبة الزلزال نتحدث هنا عن أكثر من 360 منزل أو مبنى طابقي دمر بشكل كامل وأكثر من ألف مبنى دمر بشكل جزئي العوائل خرجوا بما يرتدون من ثياب وسط قلة المساعدات المقدمة له نحاول هنا اللقاء مع أحد الناجين والمصابين الذين خرجوا من تحت الركام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الوضع بالمخيم بعد ما طلعته من تحت الأنقاض؟ والله قدر الله ما شاء فعل الحمد لله رب العالمين أما وضع بهالمخيم والله سيء سيء والله جدا 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 ما أهم الاحتياجات هنا؟ والله شوفت هناك هلأ يعني الشتوية وحدة كل هالإغراض هالطراريح اللي جابوها وهالمعونات شتوية وحدة بتروح الخيمة واللي فيها طب الخيم كافي لعدع العدد العوائل؟ أخي الكريم غير إنه كافي شوف عندك لاخدمات طرقات يعني ما في شيء يعني هاي خيمة نعود فيها هلأ مستور الحال الحمد لله نحن وعيالنا هالي بيقوا طبعا الحمد لله لأنه فقط طفل وفقط أخي وعائلته كاملة يعني وأخي الثاني فقط كمان عائلته كاملة صفي عنده صبي طلعته بتياب كله هون هل بانطرومه اللي لابسه؟ بها الكنزة ولا طلعته؟ سلامه الله وعلا 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 إذن كما سمعنا قصص الناجين في هذه المخيمات التي بنيت على عجالة ولا تزال المساعدات الإنسانية تصل اتباعا إلى أنها تأخرت كثيرا عن هؤلاء الذين يعانون وسط انخفاض درجات الحرارة إلى مدون الصفر تحديدا في ساعات متأخرة من الليل ويحتاجون إلى كل مقومات الحياة العلمية أن جل العوائل هنا هجروا من حرستة من ريف ديمشق باتجاه مدينة ينديرس والآن عاودوا مرة أخرى الخروج من منازلهم بعد الزلزال مصطفى الخلف لقناة الرافدين ريف حلب